صور القصف المتكرر على منطقة باير بوجاق قرب الحدود التركية السورية تتصدر المشهد اليوم بعد اسقاط الطائرة الروسية من قبل سلاح الجو التركي تداعيات هذه الحادثة يبدو انها انعكست على المناطق المتاخمة للحدود التركية قصف الروسي عنيف يستهدف الجيش الحر في محاولة التمهيد لقوات النظام والميليشيات المساندة لها للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في مدينة يالداغ التركية تستأثر اخبار باير بوجاق المحاذية لهذه المدينة باهتمام السكان هنا ولا سيما اللاجئون التركمان الذين فروا من سوريا نتيجة القصف يتحين هؤلاء الفرصة في كل مناسبة للتأكيد على ان تنظيم داعش غير موجود في مناطق تقول موسكو انها تستهدف التنظيم فيها كل هذه الكمية من القنابل التي تسقط فوق رؤوس الناس بحجة وجود داعش في مناطقنا لكن هذه الادعاءات غير صحيحة ليس في مناطقنا تواجد لداعش رغم حالة التوتر في المناطق الحدودية وانتشار الجيش التركي هناك بشكل مكثف بعد حادثة اسقاط الطائرة الروسية بدأ السكان متأقلمين على الانتشار الامني في مناطقهم الغالبية منهم يؤكدون انهم اعتادوا حالة التوتر هذه وتحديدا منذ بدء الثورة السورية القصف كثيف على منطقة بيرو بوجاق المجاورة لنا القصف على هذه المنطقة سابقا لم يخفنا ولن يخفنا القصف الحالي خمس سنوات ونحن معتادون على هذه الحالة وفي حال توترت الاجواء اكثر نحن جاهزون للمجابهة في موازات القصف الروسي المستمر على جبل التركمان بسوريا ارسلت انقرة تعزيزات عسكرية اضافية الى المناطق الحدودية بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المعارك الدائرة في مناطق تراها تركيا عمقا استراتيجيا لها نظرا للتركيبة السكانية ذات الغالبية التركمانية في تلك المناطق التصريحات الروسية التركية بعدم التصعيد العسكري المباشر بين البلدين لا تعكس واقع الحال على الحدود التركية السورية قصف الروسي مكثف على جبل التركمان داخل الاراضي السورية تقابله حشود عسكرية تركية على الجانب الاخر من الحدود من منطقة ييل داغي على الحدود التركية السورية زيدان زينجلو العربية